طيب رح نحتاج لكوب سكر من الأسرة كوب ونص مي كوب سميد ناعم 2 كوب جوز هند وكوب أو زيادة جوز هند للتزيين طيب أنا بدأ أرجع لموضوعنا من جديد لأنه أنا اليوم شايف كتير في تفاعل عليه على الفيسبوك عم بيحكو لنا كمان الشخص لازم يوزن الكلمة قبل ما يحكيها فيناس بتحسسوا من كل كلمة أو من كل شيء ممكن يعني يتلفظ فيه الشخص اللي قدامه أو يفهم غلط مع أنه أنا كتير بقدر المود يعني المزاج الشخص اللي قدامي لنفترض اليوم يعني أول ما إجيت لنا نفترض لنفترض أني لقيت لين شوي مزاجها مش بزيادة لاحظت حسنا زحكت أقول لك أب أعذر يعني طب أكيد هي مش بزيادة كل مرة لا فيه فرق بين أنك تعذري الشخص اللي قبالك دايا بس أحكي أنه هون دوبت السكر بالماء وعم بقرد أحركهم أوكي بس لعبني ميدوب السكر أحكي لك شغلة فيه فرق بين أنك تعذري اللي قبالك لأنك عارفة ظرفه وتتحملي منه وعرفتي هو كشخص أنه حنون مثلا وفيه فرق أنه يأخذ على الوضع مية بالمية بس أطلب منك المعلقة الخشب حاسة أنه على العادي هكذا تمسكيها سخلات آه لا هاي عشان المعكرونا ما تفور وحط لها المعلقة الخشب لأ بتمزحي لأ لين شبطو أعطوني هاي الطائية تبعت هواي اللي هتقدل أش هيك بدي أعمل فيها مروا هاي عشان بس المعكرونا هلا بتشوفي بتصير تطلع الرغوة تبعتها آه كل شيء طب على إيش بدي أفرد عضلاتي يا جماعة أحكولي أي إشي أفتح فيه موضوع هلأ أمسك فيه صحيح هلأ شوفي شوفي أنت بديك تفرد عضلاتك وأنت بتساعديني بهاي هلأ مخبيتلك مفاجأة أنا ودايما بخلوني بسكب يا جماعة الخير عشان بطلعهم بجننوا صار يغلي صار يغلي عندي السكر والماء طفيت النار بس خليتها على هاي العين برح أحطل السميد وأحرك هلأ رح هلأ رح يصير عندي قوامه بس يفتح عندي السميد شوي رح يبلش يصير سميك شوي بدي أحرك لأحرك وأحرك ما أحلام ليين عم بتقولك مجود هوني أنا بقول الكلمة مثل الرصاصة إذا طلعت ما بترجع عشان هيك الواحد لازم يفكر قبل الكلام ايه والله مشكلة كمان أظلني أفكر قبل ما أحكي تمارا لازم يعني تحترم الواحد يحترم الشخص اللي قدامه طيب زي ما أنا مثلا مودية وعندي مودية سيئ وما درش تفشش بشخص فيك مثلا بركي انتي كمان صاير معك اشي طب عادي بكل بساطة بتقولي تمارا أنا اليوم مش بزيادة على فكرة يعني شو ما شفت مني اللي بيعرفوني بتحملوني اللي ما بيعرفوني مضطرة زي دائما أنا عم بارحة مصصار معي موقف كنت بالمول واجت واحدة بتتسلم علي انتي شفلين فأنا أنا شفلين أنا شفلين أنا طبعا كنت يعني مش شايفة قدامي أنا صاير معي اشي ومش طايقة حالي فبس لفت بحكي مع حالي بقول لازم الواحد مولاتي يحط على حاله ابتسامة لو متصنعة بس عشان الناس بظلها تتفاعل أنا بعلمك أنا بعلمك دائما أرجيكي هاي طلعي كيف يا السلام هاي بس السميد مع المي والسكر هلا راح أضيف عليها تدريجيا جوز الهند لحد ما يصير عندي القوام اللي بديها طيب أنا بدا أذكر كل اللي عم بتابعونا برقم التواصل معنا مباشرة على الهواء بحب أسمع أصواتكم أنا وليين أكيد على صفر ستة خمسمية خمسة وخمسين خمسين خمسة وخمسين خمسة وخمسين خمسة وخمسة 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 خمسة وخمسة 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 إذا ركزتوا يا ثمارة نعم نعم طبعا أنا غشيت حرام ماذا تضحكي هاي هو الشغلة الوحيدة من عاشر القوم أربعين يوم ما كملتش الأربعين يوم ما كملنا الأربعين خلص عارت رقم التليفوني احكونا عليه لو سمحتوا وشاركونا في موضوعنا لليوم ممتاز عندك أناقة لسانك يا الله يلينا أحرشتيني حلوة هاي سمعتها أكتر من مرة إنه بيقولوا للكلمات حواف جارحة فيه منه مية بالمية فأنا جد هاي بأمن فيها كتير لأنه مرات ممكن كلمة مثلا أنا أكون عم بحكي مع معاكي أحكي كلمة أنا مقاصدتها بس بوقتها ما كانت صح هلأ ما هذا اللي بحكيرك يا إنه الواحد بيجوز ما بيكون عارف اللي قدامه شوهو عشان هيك تحترمي دائما إنه فيه زرف عند الشخص طيب طيب مية بالمية هلأ إحنا خلصنا العجينة أو الخلطة هلأ أنا صميتها دونت لأني استخدمت هذا هاي الصينية القالب نقدر نعملها بقالب طويل بقالب كيك بالقالب اللي بدنا إياها آه ممكن أطعه واحدة يجي زي الفايريكس مثلا آه بيصير وبنقطعه بعدين لأنه هو بس يمسك بصير زي الدونت آه زي الدونت طيب شايف المعكرونة اللي حط والله بدي هيك أسير أعمل هذا التكنيك ما بحكي لكم يعني من عاشر القوم بس إحنا عشان ما تلزق كمان المعكرونة نعطيها تحريكة أوكي طيب هلأ لين بما إنه إحنا كمان بدك تبلشي لأ تسكو بي عندك بالأوالب بدي أقرأ مجموعة من المشاركات عنا على الفيسبوك هوني عم بيحكوا لنا أناقة اللسان من أناقة الفكر فلا ترفع صوتك بل ارفع مستوى كلماتك هذا بالضبط اللي أنا كنت عم بقرأ أم بارح واللي حاب اليوم كنت أتناقش فيه أم سلمان عم بتقول أناقة اللسان بتعبر عن أناقة التفكير كمان عم بيقولوا أم يزيد أكيد مع إنه كله بفرق مع بعضه بس إحنا اليوم المعلوم اللي بدنا نوصل لكم إياها إنه ما تحكموا على الشخص إنه فكره بيكون كتير كويس بس لأنه عمره كبير طبعا ممكن شخص يكون كتير صغير بس واجه تجارب تحمل مسؤوليات صغيرة فبالتالي بيقدر إنه يكون لبق بس لا تيجوا بالصوت العالي أنا ضد هذا الموضوع حتى ما تستقو على الأشخاص اللي أصغر حتى لو ابني بالبيت صح مية بالمية ما في إشي بيجي بالتعالي أو بالصراخ أو بالصوت العالي طيب بفاينة حطيت شوي من زيت شعبان وبس هيك دورت على الأوالب عشان ما أحط العجينة ما تلزق لأنه ما رح تدخل الفرن ولا إشي هلأ أسهل طريقة بنقدر بالمعلقة بس أسهل طريقة دايما بالإيد بنشكلها كيف بس أنا وأخليها تلتي وتحطها هي لغلافزو طيب هلأ الفكرة إنه أح 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 سخن كتير بنا ندير بالنا بس ما نترك هالين برضو تبرد لأ ما تتركوها تبرد لأنه حتجمد هلأ بدي بهذه الطريقة حاول الريح الريحة مها عم بتقولك مها سعادة أحلى وصفات وأحلى شف ليني سهد صباح حبيبتي حبيبتي يا مها أوكي شايفة تمارا هلأ بس نطلعها من الآلب بس نقلبها بغطسها بجوز هند زي ما أنت شايفة كيف منظرهم طلع بنقدر ما نغطسها بس منظرها بطلع أحلى وطعمة جوز الهند بتطلع أقوى لو منغطسها طيب لين هلأ أنت رح تكملي باقي الآلب ورح تفطي بالفرن صح؟ لا 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 هاي باردة خلص هيك هاي بس نتركها تبرد نقدر نخطها بالتلاجة لمدة ساعة حتى نص ساعة أو منقدر برا نخليها تبرد برضو لمدة ساعتين زمان بتكون جاهزة تابعا